بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم قناة تفسير احلام الركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم عن اهم البشرات اللي بيحملها رقم اه سبعة في المنام. اولا رقم سبعة من الرموز اللي بتدل على حاصل سعيد للرأيي. كمان بشارة اه بسعادة. كمان بشارة بفتحة ابواب كانت صعبة اه قدام الرأيي. اه برضو رقم اه سبعة لما يشوف يشوفها الشخص بشكل متكرر. برضو من الرموز اللي بتدل على ارتقاء وعلى ارتفاع وعلى لو. اه لي اه شأن لي الرأيي. اه برضو اه رقم اه سبعة برضو اه من الرموز اللي بتدل على الشفاء لو كان الرأي اه مريض سواء مريض اه عضويا او مريض نفسيا اه بيمر بضغود او بيمر بصعوبة او بيمر بتوتر او قلق. كمان اه رقم سبعة من الرموز اللي بتدل على اه نصر اه لي الرأيي. اه كمان رقم سبعة من الرموز اللي بتدل على انتهاء اه شر او انتهاء اه اذى في حياة الشخص. اه كمان من الرموز اللي بتدل برضو على تحقيق اه امنية او هدف للرأي. اه كمان رقم سبعة برضو من الرموز المباشرة بانتهاء مشاكل او بانتهاء خلافات كمان باستقرار خصوصا للمرأة المتزوجة لما تشوفها فبشارة لها بالاستقرار. كمان الفتاة العسباء لما تشوف رقم سبعة فبشارة لها بانتقالها من مرحلة لمرحلة او من مستوى لمستوى او من مكان لمكانة افضل. كمان من الرموز المباشرة ليها بتحقيق هدف او تحقيق امنية لها. كمان من الرموز اللي بتدل على زوال الهم ليها وعلى نصرة وتغلب على صعاب او على عقبات. كمان المرأة الحامل برضو من الرموز المباشرة ليها بسعادة بفرحة بمنسبات مفرحة. كمان باستقرار. كمان لما تشوف رقم سبعة في المنام من الرموز اللي على ولادة سهلة وميسرة. وكمان نوع الجنين في الغالب. يعني لما تشوف رقم سبعة فبيكون في الغالب انسى والله اعلى واعلم.